مقفتنا هذا اليوم واجبة لتضامننا مع عوائل المتوفين بهذا المرض وتضامن أيضا مع عوائل المصابين وما يعانون من معانات كبيرة نتيجة إصابة أبنائهم بهذا المرض اليوم هذه الوقفة أيضا هي وقفة عرفان للعاملين بكل مسمياتهم للمؤسسة الصحية والطبية في العراق التي هي خط الصد الأول التي تواجه هذا المرض الخبيث والشرس بكل ما تمتلك من قوة وممكانيات قررت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بالتعان والتنسيق مع قيادة العمليات وقيادة شرطة محافظة صلاح الدين على هذه الوقفة تضامنا مع ضحايا هذا المرض في القطر وبذلك نشكر القطعات العبنية على هذه الجهود الجبارة التي بذلتها بحيث جعلت صلاح الدين خالية من هذا الوباء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المؤقر من خلال حقيقة ما صدر اليوم بيان بإقامة وقفة في صلاح الدين تضامنا مع عوائل ضحايا فيروس كورونا في العراق وتثمين للجهد الكبير الذي بذلته قوات الأمنية وكوادر الصحية أقامت صلاح الدين اليوم هذه الوقفة تخللت عصف النشيد الوطني بحضور النائب الأول للمحافظ والقادة الأمنين وقائم مقام القضاء هذا ما يخص تكريت محافظ صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر